في السلمة المصرية قديما لم تعرف التفريقة الطائفية بين ممثل مسلم وآخر مسيحي وتالت يهودي فالفن وقتها لم يعرف اختلاف بين الأعراف والديانات المختلفة فنجد مثلا في مشهد شهير من فيلم غزل البنات بيجتمع نجيب الرحاني وأنور وجدي وليلة مراد كسلاسة فنانين يمثلون أطياف الشعب المصري وقتها وفي الفيديو ده هنعرض لكم أشهر بمموثلين اليهود في السلمة المصرية طوجو مزراحي وهو واحد من أهم أعمدة السلمة المصرية هو مصري من أصل إطالي اتولد بالأسكندرية وقدم نفسه للفن كمخرج باسم أحمد المشرك أنتج وأخرج عدد من الأفلام السينمائية الهمة وقام بتأسيس أول نقابة للسينمائيين في مصر مع المخرج أحمد بدرخان وأسهم في اكتشاف عدد من المواهب الفنية أهمها الفنانة ليلة مراد وأنشأ السوديو السينمائي جاهزوا بأحدث الأجهزة وقتها وأصل شركة الأفلام المصرية بالأسكندرية وقام مزراحي بإخراج عدد من الأفلام أهمها سلفت ثلاثة جنيه والساعة سبعة وشالوم الرياضي وغيرها من الأفلام كاميليا اتولدت بالأسكندرية لأبوي المسيحيين لكن زوج والدتها اليهودي اتبناها وحملت اسمه وديانتو لتصبح لليان ليفي كوين تركت في عدد من الأفلام منها أمر 14 وآخر كتبة والمليونير وباب عريس فرت كاميليا الحياة بعد تعرضها لحادث سقوط طائرة وقيل وقتها إن الحادث مدبر حيث كانت بتتعاون مع المساد الإسرائيلي وهو ما قود بحياتها استفان روسي ورد لأم إيطالية وأب نمساوي كان يعمل سفيرة للنمسا في القاهرة وعلى الرغم من ذلك إلا إنه عشق طراب مصر ورفض مغادرتها ضمن صفوف اليهود الذين سفروا لإسرائيل عقب إعلانها كدولة في 1948 قدم السفان عدد من الأفلام الهنة منها طمر حنة وقلبي دليلي وعنبر وحرام عليك اتميز بتقديم شخصية الشرير خفيف الزل كان يتمتع بأسلوب فريد وطريق تنوتك مميزة جعلته ممثلة لا يشبه أحد نجوة سالم اسمها الحقيقي نظيرة سالم اتوردت لأب لبناني وأم أسبانية أشهرت إسلامها سنة 1960 بعد زواجها من الموكد الكبير عبد الفتاح البرودي وكانت من ضمن صفوف الممثلين الذين أشاركوا بعرضهم المصرحية وجمعت تبرعات لتسليح الجيش المصري ومن أشهر أفلامها السبع بنات وملك البترول وإسماعين ياسين في دمشق إلياس مؤدب اسمه الحقيقي إليا مهد بساسون اتولد لأبوين مصريين والده كان من أصول سوريا عاش في حرط اليهود واشتغل ساعاتي وهي مهنة والده وكمان كانت مهنة معظم اليهود في الوقت ده عمل كممن الجس في الأفراح واشتهر بإتقانه اللهجة الشامية وهو كمان اللي اكتشف الطفلة المعجزة فيروس ليه عدد من الأفلام أهمها عنبر وحلال عليك وحبيب العمر وتوفى عن عمر يناهي 36 سنة رأي إبراهيم من أشهر الممثلات اليهود لدعمة إسرائيل وتقال إنها تعاونت مع المساد الإسرائيلي في اختيال العالمة المصرية سميرة موسى الرواية أكدتها تقارير صحفية على لسان حفيدتها اللي قالت إن جدتها ذكرت الأمر في مذكرتها غدرت رأي إبراهيم مصر سنة 1956 إلى الولايات المتحدة الأمريكية اخترتها إسرائيل كسفيرة للنوايا الحصن وبعد خروجها من مصر تضربت الأقوال حول صفرها لإسرائيل أو إنها عاشت في الولايات المتحدة حتى وفتها ومن أشهر أفلامها سلامة في خير ورصاصة في القلب منير مراد هو واحد من أعظم الملحنين المصريين وما زالت ألحانه بتعيش في وجدان المصريين بنفس رونقع حتى الآن مونير لحن عدد من أشهر الأغاني وهي يا دبلة الخطوبة بأمر الحب وحيات قلبي وأفراحه واسمه الحقيقي موريس زاكي مراد هو شقيق الفنانة ليلة مراد وأشهر إسلامه في 1966 ليتزوج من الفنانة سهير البابلي واتوفى سنة 1981 ليلة مراد اسمها الحقيقي لليان زاكي مراد مردخاي اتولدت سنة 1918 تعلمت الغناء على إيد والدها الملحن زاكي مراد والملحن دوود حسني أشهرت إسلامها سنة 1946 بعد زواجها بعدة سنوات من الفنان أنور وجدي ولحكتها تهمت التعاون مع الكيان السهيوني عقب حرب 48 إلى إنها لفت هذه الشائعة اللي روج لها طالقها في الوقت ده أنور وجدي واتبرعت للجيش المصر عقب عودته من حرب فلسطين وتوفت ليلة مراد سنة 1995 وهي ولدة الفنان الراحل زاكي فاطينة عبد الوهايب الفنان سلامة إلياس فنان كوميدي اشتهر بأداء خفيف الظل شارك مع الفنان فؤاد المهندس في عدد من الأفلام منها أنت اللي قتلت بابايا وصفاح النساء والعتبة جزازة رفض إلياس مغادرة مصر بعد النقصة وقدم بعدها عدد كبير من الأفلام والمصرحيات وتوفى بالقاهرة سنة 1994 عن عمر يناهز الثلاثة وتمانين سنة الفنانة نجم إبراهيم واحدة من أشهر الفنانات اللي أتقنوا أدوار الشر اشتهرت بالدور ريا في رائعة صلاح أبو سيف ريا وسكينة بدأت عملها كمطربة وارتبطت بالتمثيل والعمل المصرحي واتجهت للسلمة وقدمت من خلالها عدد كبير من الأفلام ورجح البعد إسلامها بعد انتشار وصيقة يقال عنها تثبت إنها أشهرت إسلامها البعد أشهر إنها ماتت يهودية بعد نكسة 67 قدمت عدد من العروض المصرحية وتبرعت بكامل إرادات المصرحية لصالح الجيش المصري ولم دفع لكما فعلت شقيقتها سيرينا إبراهيم وتغادر لإسرائيل بل فضلت أن تظل مقيمة في أرض مصر راكسة كيتي اسمها الحقيقي كيتي فتوساتي طردت الفنانة كيتي الكثير منها شائعات خاصة بعد ما اختفت في فترة ستيناء فترددت شائعات حول تورطها في شبكة جاسوسية وأخرى حول ارتبطها برأفة الهجة لكثف مذكراته عن علاقته بفتاة تدعى بيتي ووصفها بأنها راكسة مراهقة طائشة وتكبره بعام واحد فمالت الأراء إليها هي من مولد الإسكندرية حي الإبراهيمية سنة 1931 اشتغلت في عدد من الصلاة قبل عملها في السينما اتقلقت في مجال الرأس الشرق واشتهرت بالليونة والجمال اشتغلت مع المخرج حسن الصيفي مطلع الخمسينات وقدم لها عدد كبير من الأفلام اشتغلت في أفلام كتير مع الفنان إسماعيل ياسين في أواخر الخمسينات اختفت من الأضواء لأسباب غمضة رجح البعض لتورطها في شبكة جاسوسية هو ما كان سببا في رواج شائعة إنها يهودية الأصل وظلت تعيش في حي شبرة بعيدة عن الأضواء حتى سنة 1968 رجعت لبلدها اليونان وقدمت هناك بعض الأعمال حتى اعتزلت الفن سنة 1980 وهناك أنبقى قوية إنها لا تزال على قيد الحياة وتتمتع بصحة جيدة بين أحبقها في أسينا فيكتوريا كوهين كانت بتظهر ككمبارس بتؤدي شخصية اليهودية البخيلة من أشهر أفلامها بين الأسرين وأم العروسة وإنها الشال وتوفي سنة 1966 بالقاهرة لحد هنا نكون خلصنا الفيديو قبل ما نمشي أعتنسوا اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الإشارات أسيبكم في رعاية الله وأبنا وحفوز والسلام عليكم باي باي اشتركوا في القناة